بدأت أحزاب جزائرية استعداداتها التدريجية لانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل إذ رفعت هذه الأحزاب مطالب مبكرة بفتح المجال السياسي والإعلامي وإنهاء التضييق لسماح بإجراء نقاش حول الخيارات الانتخابية داعية قواعدها إلى بدء البحث في الخيارات الانتخابية استعدادا للاستحقاق الرئاسي تواصل الأحزاب الجزائرية تجديد قياداتها وهيكلها حزب جبهة المستقبل الداعم لخطط الحكومة زكى مناظله رئيسا جديدا خلفا لعبدالعزيز بالعيد المرشح السابق للرئاسيات تحذيرا للمرحلة المقبلة هذه السنة هي سنة حراك سياسي سنة انطلاق حقيقية لجزائر جديدة سنة تحقيق الأمان والأمال الخاصة بالجزائريين ومن ثم نحن نعتقد أن هذا الحزب أصبح متواجدا في المؤسسات أصبح واقعا معاشا بين الجزائريات والجزائريين وصوف يقف موقفا مشرفا خدمة للجزائر الوضع الأمني الصعب على الحدود الجزائرية وفي دول الساحل إلى جانب الأوضاع الداخلية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي كلها أمور جعلت المعارضة تدعو إلى تحرير الفضاء العام ووسائل الإعلام التفكير في الموضوع بجدية وعطاه المساحة الكافية سياسية وفي النقاش في الحوار تتبدلها في استماع آراء الآخرين في استماع الرؤى المختلفة الحركة تريد أن تكون هذه السنة هي سنة رئاسيات بمعنى أن يفتح المجال لمناقش كل قضايا كل قضايا التي تهم الجزائريين وتهم الدولة الجزائرية بدون استثناء وطال بارس حركة من الوسائل الإعلام أن تكثب جهودها في الفترة القادمة في هذا الاتجاه في الأثناء يرى مراقمون أن تحركات التشكيلات السياسية تبقى محمودة شرط تجديد أفكارها واقتراح حلول واقعية وتكيفها مع القوانين الجديدة الأحزاب السياسية أكيد أنها تريد أن تفتح لها الفضاء العام ووسائل الإعلام لكي تستطيع أن تتنافس بكل ديمقراطية وبكل شفافية حول هذه الانتخابات الهامة في الجزائر هناك نظام انتخابي جديد وهناك رؤية سياسية جديدة لأن من أجل بناء مجتمع سياسي ومؤسسات سياسية التي تمكن الأحزاب السياسية من أن تتنافس بكل ديمقراطية وكل شفافية وتنتظر الفعاليات السياسية قانون الأحزاب الجديد الذي سيصوت عليه البرلمان قبل نهاية العهدة البرلمانية الحالية وما سيحمله من تدابير جديدة تقول الحكومة إنها ستنظم الفعل السياسي فتح الإعلام الحكومي أمام المعارضة لطرح أفكارها ونقض عمل الحكومة هو مطلب قديم جديد يسبق الاستحقاقات الانتخابية الكبرى زاده إلحاحا عرض الرئيس عبد المجيد تبون حصيلة أربع سنوات من حكمه ما اعتبره كثيرون تمهيدا لإعلال ترشحه لولايات ثالية محمد برغولا الحرة الجزائر ولمناقشة هذا الموضوع معنا من الجزائر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أستاذ زهير بوعمام أهلا ومرحبا بك معنا في سنة الرئاسيات في الجزائر أستاذ زهير إلى أي مدى الجزائر مستعدة من أجل فتح النقاشات ومختلف القضايا مساء الخير تحية لكم لا شك الموعد الرئاسي أصبح قريبا الآن إذا قسناه بمسافة سياسة ولا شك أن الرئاسيات القادمة بدأت شيئا فشيئا تدخل إلى مساحات النقاش السياسي العلني الآن بعد أن كانت يعني كان النقاش فيها صامتا خلال فترة سابقة ولكن وكما أشار تقريركم على الأقل منذ أن أعطى الرئيس الحالي يتبون إشارات حول نيته للتقدم مجددا لعهدة أخرى مع الخطاب الذي سمعناه في نهاية العام الماضي أمام البرلمان لاحظنا أن هناك حراكا هناك مؤشرات على أن الطبقة السياسية في عمومها المجتمع المدني الكل بدأ يتحضر لهذا الموعد الذي علينا أن نقول أنه هام ولكنه سيكون مختلفا سيكون مختلفا في سياقاته عن الموعد السابق الموعد السابق كان كما تعلمون في سياق أزمة وفي وضع كان صعب الآن خرجنا والبلد تعافى من تلك الأزمة وسيكون الرئاسية القادمة ستكون محطة طبيعية أعتقد وستجري في وجواء عادية وطبيعية ولكن رهاناتها سنتحدث عن الرهانات اسمحي لي سأتم ولكن رهاناتها ستكون مختلفة بلا شك نعم وأريدك أن تفصل في هذه الرهانات مع مطالب أخرى تطالب بأن يكون هناك انفتاح في النقاش وسماح لهذا النقاش بالإضافة إلى أن يكون هناك توازن في وسائل الإعلام أن تفتح وسائل الإعلام للجميع وخاصة الوطنية من أجل أن يعبر الجميع عن أفكارهم التي سوف تطرح إلى المواطن الذي سوف يعبر أيضا عن صوته صحيح هذا مطلب مشروع لهذه الأطراف مع أننا نلاحظ بأن هناك حضور الآن لممثل أحزاب المعارضة إلى جانب أحزاب الموالات إن صح التعبير هنا في جميع وسائل الإعلام في الوطنية كما أسميتها المشكلة كما قلت أن الموعد أو النقاش حول الرئاسيات لم يكن يعني كان محتشما كان حذرا خاصة وأن الجميع يتريت وينتظر هذه الكلمة حتى يقولها الرئيس سبون ونعلم أيضا أنه في تقاليد رئاسياتنا الجميع ينتظر أن تعلن السلطة أو ممثل السلطنيته في الترشح أم لا لأجل أن يقدم أو لا يقدم هناك حسابات سياسية متعلقة بهذا الأمر كثيرون أعتقد يؤجلون الانخراط في النقاش حول الموعد ذاته وبالتالي حول الأسئلة والمشاريع والرؤى والبرامج وكل ما يتعلق بهذا الاستحقاق إلى أن تتوضح الرؤية أكثر طبعا نحن لدينا من المؤشرات كما قلت بأن الرئيس الحالي سوف يقدم على الترشح مجددا ولكنه يتصرف بتكتيكات انتخابية الآن حذرة ومختلفة ولا يريد أن يعطي الانطباع بأنه يكرر أخطاء الماضي لا يسمح بلجان المساندة لا يسمح بأن تتعالى الأصوات في التلفزيونات مطالبة إياه بأن يترشح كما كان يحدث في السابق هو يعني لديه أعتقد منهج آخر يقوم على التقديم حصيلته كما رأيناه كما فعل في خطابه أمام البرلمان لأول مرة منذ أكثر من أربعين سنة في البلاد وأن يترك للشعب أن يحكم عليه وطبعا سيعلم بطريقة كما قلت ستكون في اعتقادي بتخريجة مختلفة تماما عن معاهدناه في السنوات السابقة ولا شك أن الطريق يبدو مفتوحا أمام الرئيس سبون بالنظر إلى معطيات موضوعية كثيرة جدا المعارضة ليست في أفضل حالاتها ليست موحدة الصفوف غابت عن المشهد في الآويناء الأخيرة لحسابات لديها علاقة بمواقف بعضها من الاستحقاق الرئاسي أو مما جرى في المرحلة الماضية ولكن أعتقد بأن الإعلام سوف ينفتح مجبرا سأسألك عن قانون الأحزاب الجديد ما الذي يمكن أن يحمله من تدابير جديدة برأيك هذا سؤال جيد أعتقد بأن هناك نية في شيئين أولا تنظيم موضوعي وجاد للحياة السياسية على أساس أننا رأينا ممارسات في الفترات الماضية أخلت وحتى كانت أسهمت في إبعاد الجزائريين عن الفعل السياسي وعن الفعل الانتخابي هناك الآن نية في أن يتم ترتيب هذا المساحة بشكل جدي تفرز قوى حقيقية تمثيلية للشعب الجزائري وتجعل أيضا هذه الفعاليات والأحزاب ملتزمة تماما بضوابط العمل السياسي في فترة معينة وحتى على قناتكم هناك قد ناقشنا قبل عام أعتقد أو أكثر حين صدر من وزارة الداخلية قرار حل بعض الأحزاب التي كانت أصبحت موجودة على الأوراق لا تعقل مؤتمرات لا تقدم حصائل لا تقدم حصائل مالية بينها أو فيما بينها مشاكل كبيرة جدا كانت تتعامل معها بمنطلق أو بمنطق مر ولكن حين اتخذت قرارات قانونية يعني جرى كلام كثير جدا حول هذه الأمور أعتقد بأن القانون القادم سيكون أولا لا شك في مناخ السماح للجزائريين بكل حرياتهم في أن يشكلوا أحزابهم التي تعبر عن مشاربهم وقناعاتهم ومصالحهم ولكن كما قلت في أطر تحترم القانون وتحترم القواعد الديمقراطية كما نراها في الديمقراطيات العريقة ونحن دولة لا نزعم بأننا وصلنا إنما نحن على طريق التعلم الديمقراطي ولا شك أيضا أن الاستحقاق الرئاسي القادم سيكون فرصة للجزائريين لأجل أن يرسخوا مكاسبهم التي تبتوها بعد أن خرجوا بهدوء من العاصفة التي مروا بها في سنة 2019 كما تعلمون شكرا جزيلا لك ضيفنا من الجزائر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية زهير بو عماما شكرا لك شكرا جزيلا لك